وهو سؤال يتكرر علينا كثيرا في هذا البرنامج إذا حصل هجران من الزوج لزوجته لأي سبب من الأسباب فما هي الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها الواجب إما امساكه بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يجوز أن تبقى هذه المرأة معلقة لا هي بالزوجة التي تنال حقوق الزوجة ولا هي بالمطلقة أيضا التي ربما يرزقها الله عز وجل بزوج آخر ربما يكون لها حقوق أخرى حقوق المطلقات الآن في المجتمع لهن حقوق لكن تبقى هذه معلقة هي محسوبة على أنها زوجة ولا تنال حقوق المطلقة ولا حقوق الزوجة هذا ظلم ظلم عظيم لهذه المرأة هذا الزوج لا يحل له ذلك وكل يوم يمضي يأثم به فلا ود من معالجة الأمر إما امساكه بمعروف أو تسريح بإحسان وإذا كانت لا تزال في عصمته فلها جميع حقوق الزوجة لها جميع حقوق الزوجة من النفقاء ومن المبيت والكسوة وجميع حقوق الزوجة تكون باقية لأنها لا زالت في عصمته هذا من ناحية حقوق الزوجة على الزوج لكن في مثل هذه الحالة ومع هجر زوجها وفي بعض الأحيان أو بعض النساء لا ترغب في الطلاق بحكم أنها عندها أبناء وترغب في البقاء في البيت لكن سؤالها هل هناك حقوق واجبة عليها تجاه زوجها مع الوضع الحالي مع الهجران الذي تعاني منه لا ندري عن ملابسات الأمر لا نستطيع أن نجيب جوابا عاما ربما يكون الزوج مقصرا فلها أن تقصر مثل ما قصر ربما يكون الزوج غير مقصر هنا يجب أن تقوم بحقوق الزوجة كاملة فلا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال مع عدم معرفة واقع هذه المرأة لكن نقوم من حيث الأصل هي لا زالت زوجة في عصمة زوجها وعليها حقوق الزوجة تجاه الزوج وهكذا الزوج أيضا هي عليها حقوق ولها حقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن تنزيل ذلك على واقع هذه المرأة هذا يحتاج إلى أن تصور واقع هذه المرأة وهل ما سبب هذا التعليق هل الخطأ منها أو منه هل هي ناشز أو أنها غير ناشز أو أن الزوج هو المقصر هذه أمور فيها عدة أطراف وفيها حقوق لا نستطيع أن نجيب عنها بمثل هذا السؤال الذي لم يذكر معه شيء من التفاصيل ومثل هذه الأمور الأحسن أنها لا تذكر التفاصيل هنا في هذا برنامج وإنما يذهب لبعض الأماكن الاستشارية الأسرية وفيها أناس متخصصون في هذه الجوانب إذن يوم علي ترجمة نانسي قنقر